أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوحة نحو 77 أسرة يمنية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري 2023 وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي إن محافظة مأرب استقبلت خلال الفترة ذاتها 54 أسرة نزح معظمها من محافظتي تعز وإب تليها محافظة تعز بعدد تسع أسر جميعها كانت داخلية وبنفس العدد محافظة شبوة جميعها جاءت من محافظة مأرب